السلام عليكم مرحبا بكم على قناة الحميدي اذا فكما هو مبين في العنوان ان شاء الله هذه الحلقة غدي نخصها للحديث على او لتقديم مقدمة وخاتمة للشعر الحر اي تكسير البنية اه وتحديدا النص اه التطبيقي لكن قبل ذلك عندي واحد الملاحظة اه كين واحد مجموعة من الناس كتطرح الاسئلة اه علما ان كون شافت الفيديو من اذا اتمنى على انكم تشوفوا الفيديو كامل وديك الساعة مرحبا بنت لك شي حاجة ما تحتاج فا بامكانك انك تقولها او لابنت لك شي اضافة بامكانك انك تقولها اما تسول وعلما ان الجواب غدي نكون مقدم لك فلا داعي اه للسؤال اذا اه ان شاء الله هاد الحلقة غدي نعطيكم نص اللي غدي نشتغلوا عليه ثم غدي نعطيكم سلم تنكي تضيالو او في الاخير غدي ندوز باش نعطيكم المقدمة ونعطيكم العرض اذا فقط يعني باش تعرفوا هذه القصيدة اللي غدي نخدموا لها اللي هي اه قصيدة تحت عنوان اغنية حب الكلمات لآآ نازك لشاعر نازك الملائكة اه اذا بامكانكم انكم توقفوا الفيديو وتقرأوا القصيدة على خاطركم وديك السعاب امكانكم اه دزول الاشياء اه الاخرى اذا انا بغى نعطيكم الاسئلة اللي غدي نخدموها لي اغنى نخدموها للسؤال الاول اه اللي هو تأطير النص دي من السياقه الثقافي والادبي والسياقات فاردية لقراءته ثم السؤال الثاني تركيب نتائج تحليل اللي بيان اثر تكسير البنية تكسير بنية القصيدة العربية في تطور الشعر الحديث شوفوا معي سلم تنقيت عدنا هنا جرس ديال النقاط في المقدمة وعدنا في الخاتمة اربعة ديال النقاط بمجموع ستا ديال النقاط اذا ستبقى لنا تمانية ديال النقاط اه اه الاش نستحيدنا لنا مقدمة فما غير يبقاش لنا اه بزاف طبعا هاد الامتحان هادا اللي غنخدموه عليه هو اه الدورة الاستدراكية ديال الفين و اه اه خمستاش بيمكنكم انكم اذا بتترجعوا له تحديدا شعبات الادب والعلوم الانسانية مثل لك العلوم الانسانية الا بتترجعوا له اه وتقرأوا اه يعني ذاك الشي بيتامعون طبعا اذا هنا سلم تنقيت يعني الاستد المصحح تيكون معاه هادشي هذا فقط يعني غير قطعت غير الاسئلة اللي محتاجها تأطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي وسيغة الفردي لقراءته هاش نخص تكون في هذا المقدمة هي هدي العناصر كما كانت شوفوا معايا عليها نقطة ونص اه وضع فرد هيا مناسبة لقراءة النص اللي ها نص نقطة اي جوجد النقات المقدمة. الخاتمة شوفوا معايا الخاتمة اربعا ديال النقات ربعا ديال النقاط. اه هاد الخاتمة حقيقة تاللي كين عدد من كون ما كيتقنهاش للأسف. وعلها علما ان عليها ربعا ديال النقاط شوفوا معايا شنخص يكون فيها. شنخص يكون فيها. شنخص يكون فيها. شنخص يكون في المقدمة. ها المقدمة اللي خاصتكم تكسبوه في حالة ما نعطوكم تكسير البنية. هاد المقدمة هادي صالحة اه صالحة للجميع القصائد اللي تكسير البنية. اذا مقدمة نقاط من اهم القضايا التي مست الشعر العربي من فهمه وطبيعته وموضوعاته وخصائصه الشكلية قضية تكسير البنية في الشعر العربي الحديث. حيث ظهر هذا الاخير في منتصف القرن العشرين نتيجة عدة اوامل. اذا اعطينا اعطينا التاريخ دي الظهور هذا الالتجاه. عدة اوامل اهمها الاجتماعية وسياسية وتاريخية خاصة نكبة فلسطين. نكبة فلسطين كانت سنة 1948. حيث شغل هذا الخطاب الشعراء والنقاد على حد سواء. وبسببها انقسموا الى مؤيد ومعارض سواء على مستوى التنظير او على مستوى الممارسة والابداع. كما اصبحت هذه القضية فيما بعد عند مؤيديها معيارا ومقياسا للحكم على جودة الشعر الذي اطلقت عليه اسم شعر التفعيلة. تكسير البنية. على يد الشعراء عرب من بينهم. شوفوا معايا هاد الالوان اللي كان كتبهنا فاني رمشي كان كتبه مشكلة سباطي وانما عندها دلالة معينة. اذا نخص نذكره الرواد. اذا عبد الوهاب البياتي. بدر شاكر السياب. عبد المعطيح جازي. صلاح عبدالصبور. ثم نزار قباني. واخيرا نازق الملائكة. هلاش خلينا نازق الملائكة لان القصيدة دياله هي اللي غد نحلله. اذا انا اعتوى التعريف دياله شوي هنا. وتعتبر هذه الاخيرة رائدة رائدة هذا الشعر اذ لم نقل مؤسسته. ولعل البيئة الثقافية التي عاشت فيها الشاعر كان لها الحظ الاوفر في ظهور هذا هذا النوع من الشعر وتطوره. كما كان لها الفضل في وضع قواعد عروضه. اذا شنو غن دير دبهنا ها غن طرح الاسئلات الاشكالية. اسئلات الاشكالية مجتا اجتمل اسئلة لم تروحا عندي. فالمتحان لعاطينا. فما المعاني الوريدة في النص وما الحق المهمين فيه. والعلاقة بينهما. وما الخصائص الفنية ووظائفها. وما مدى تمثيلها لتجربة تكسير البنية. ده با غا دين دوز بش نعطي فاراضية. ان المتأمل في هذه القصيدة يدرك من الوهلة الاولى ان شكلها يختلف اشد الاختلاف عن القصائد العربية القديمة. فهي ذات نظام السطر الشعري. الذي يطول ويقصر بحيث لم تتقيد صاحبته بنفس الوزن والقافية والروي. ومن هنا يمكننا ان نفترض ان النص يندرج ضمن تجربة تكسير البنية. كان في كم اللي غا دي يقول لي هنا اعتمت فقط على مؤشر واحد. اعتمت على مؤشر واحد لان هذا المؤشر هذا باين وواضح و يعني كافي باش نسيغ فاراضية. دكشي لاش يعني صغيرة الفاراضية مطلقة من مؤشر واحد. انتما بامكانكم متانا تستعملوا العنوان ديدوا مؤشر العنوان اولا متانا مؤشر بداية نص النهاية اولا احتى الشاعرة. الشاعرة يعني زيك المال ايك احنا تنعرفوها بانه تكسير البنية وتجديد الرؤية. اذا فهدوا مؤشرات بامكانكم انكم تبنيوا لها فاراضية. طبعا ده ما غا ديندوز الى خاتمة. باش تشوفو ايضا كيفاش وضعت الخاتمة. وهذا الخاتمة هدي خاتمة عامة بامكانكم انكم تستعنوا بها وتستعملوها في حالة ما انهم اعطوكم تكسير البنية. وتأسيسا على ما سابق. اخوان راتش اللي تنقول اولا هاد الخاتمة واد المقدمة راتش اعتباطة كما قلت لكم. ماش غير اجيء وهزم الانترنت. ودير كوبيكولي في الامتحان. وصافي راكا 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 كتبتي مقدمة وكتبتي خاتمة. وعدد منكم تيخرجوا تيقول لك واو وعرفتي شنو المقدمة صرعتها اكتبتها مزيان وهاد الخاتمة كتبتها مزيان. ولكن واش فيها المعايير المقدمة واش فيها المعايير الخاتمة. اولا ما فيهاش. طبعا. وكان مسألة اخرى كنين اساتي ده تعرفو. يعني هديك المقدمة والخاتمة للانترنت راكي يكونوا حافظينهم. كما كنقول لكم دائما راش كون تحطى المقدمة والخاتمة. راها اساتي ده لا تحطوه. اذا فهو ما را عارفين هدوك المقدمة والخاتمة لك لك تحطوه. يعني خصونا ما انا يعني را حافظ دكش عارفو بعارفو. اذا وتأسيسا على ما سبق يتضح ان القصيدة خضعت في مجملها لتغيير شامل سواء من حيث المضمون الشعري الجديد الذي يلتصق بدواخل الانسان واماقي وينفتح على التجربة الانسانية بشكل عام. او من حيث اعتمادها اعتماد عفا على عناصر مستحدثة كاللغة الايهائية والصور الشعرية الايهائية المبتدعة. هنا تكرار ممكن نحيد الصور الشعرية المبتدعة. اذا ايهائية ممكن نحيدها. والصور الشعرية المبتدعة من خلال استيرادها للرمز والانزياح. كما ان القصيدة قد نظمت على اقاع موسيقي يطول ويقصر حسب الدفقة الشعورية للشعر. عكس ما اعتدنا عليه في القصيدة التقليدية القديمة. وعلى نظام التفعيلة. وما صاحبها من تغيير في القافية والروي. كما اعتمدت ايضا على نظام السطر بدل الشطرين المتناظرين. وتوظيف الاسطورة والرمز. ومن هنا يمكننا ان نؤمن بان هذه التجربة. الشعرية حققت مختلف تجليات الحداثة في الشعر العربي. وبهذا تكون قصيدتنا تنتمي الى خطاب تكسير البنية. واذا واذا عدنا الى الفرادية التي سبق وانطرحناها في السابق فانها تعتبر فرادية صحيحة. طبعا. لان مش ضروري ان فرادية تكون صحيحة. ومش ضروري ان فرادية يعني تكون خاطئة. فقط ان هيك نطرح الفرادية بناء على مؤشر. وفي الاخر تنأكدوها بانها صحيحة او لا نصحهاش. اذا الى حدود الان غادي نكون انني اعطيتكم المقدمة اعطيتكم الخاتمة اللي من خلالها او لا بامكانكم انكم تعتمدوا لها. ان شاء الله في الامتحان في حالة ما انهم اعطوكم تكسير البنية او لا ايني تكسير البنية. اذا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس والى الحلقة القادمة ان شاء الله.